طيب هؤلاء المجلس او هذا المجلس ازاي هيتم العمل بالنسبة للمرحلة القادم اولا ما فيش اي حكم تم اختاره بادارة اي مباريات الفترة القادم طيب ايه اللي هيحصل تم توجيه الدعوة لعشرة حكام ساحة وخمستاشر حكم مساعد لمعسقر تدريبي هيكون في القاهرة في الفترة من عشرة الى تلاتاشر اكتوبر القادم الاتحاد الافريقي ومجلس الخبر هيجمع هؤلاء القادم التحكمية في القاهرة لمدة 72 ساعة لكورس تطبيقي سواء عملي في ارضية الملعب او على كورس الفار خلال التلات ايام من عشر لتلاتاشر اكتوبر في القاهرة ثم مجلس الخبر مع قادم التحكم هتسافر مباشرة من القاهرة الى كازابلانكا يوم 14 اكتوبر بعد 14 اكتوبر يبدأ المجلس في انعقاده لاختيار الاطقم التحكمية لمباريات نصف نهائي دور الابطال والكونفدرالية تمام؟ يعني اي تقارير الفترة الجاه هيقولك ان تم التوجيه يعني الرسالة لحكم فلاني او المساعد او 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 كل الكلام ده غير صحيح كل الحكام او العشر حكام اللي هيكونوا معاكم على الشاشة لان النهاردة احنا معنا اسماء الحكام اللي هيكونوا موجودين ومدعوين في هذا الكورس وهذا المعسكر هنا في مصر يوم 10 اكتوبر للتجهيز والتحضير قبل الصفر عشان كلهم عيصفروا مع بعض يوم 14 اكتوبر الى المغرب تم توجيه الدعوة لمصطفى غربال الحكم المغربي الحكم الجزائري هؤلاء دول العشر حكام الساحة اللي هيكونوا موجودين في معسكر حكام في القاهرة الفترة اللي جاية من 10 الى 13 اكتوبر وهيسف يوم 14 اكتوبر مين منهم هيدير المباريات لغاية اللحظة دي ولا واحد من العشر يعرف ولا مجلس الخبراء اللي عرضتلكوا اسماهم اللي هيكونوا مانوتين بهذه المسألة الفترة الجاية لسه ليه لان هيكون عندهم اجتماع بعد يوم 14 الوصول للمغرب الاختيار الاطقم التحكمية بالمناسبة اخر حكتين في ايجاز تقنية الفار حضرة بشكل رسمي في نصف نهاية دور الابطال والكونفدرالية والمباراة النهاية بشكل رسمي خلاص تقنية الفار تم اعتمادها هتكون موجودة في السيمي فاينال والفاينال للفترة اللي جاي وهيتم الاختيار ما بين هؤلاء الحكام سحكام ساحة او حكام فيديو بالنسبة للمرحلة اللي جاي النقطة الاخيرة كمان لما تم الدعوة للحكام وكان معهم حكام مصريين ومغربة اما قبل ما يتم طبعا استبعادهم عشان المباراة فيها فرق مصرية ومغربية كان من مصر حكمين بالمناسبة عشان اكد على فكرة ان ابراهيم نور الدين مش مصنف رقم واحد كان جهات جريشا وكان امين عمر هم المدعوين من الاتحاد الافريقي في هذا الاجتماع اللي تم خلال الايام القليلة الماضية جهات جريشا وامين عمر ابراهيم نور الدين ليس مدعو لاي مباراة افريقية وبالتالي ليس مصنف رقم واحد في مصر واكبر دليل استدعاء الاتحاد الافريقي للحكام المصنفين والاليت ايه الفترة الجاية قبل مباراة دور الابطال والكونفدرالية الامر تحسم بعلن لكم شكل رسمي ايه اللي بيتم وازاي هيتم الاختيار بالتصويت بعد ما يتم الترشية اخرج الى فاصل